فيه ناس كتير بتلاقي كده في تغيرات الفصول مزاجها مش تمام مش مفسوطة مش مستريحة الناس ده بتقول عليها ساعات انه ممكن يبقى اكتئاب فصول او اكتئاب موسمي فيه ناس تانية بياخدوا قص طويل جدا عشان يتخلصوا من المزاج الوحش ده او المود الوحش ويرجعوا تاني لطبعتهم هل من حقنا نقول عليها اكتئاب ولا دي مبالغة في الكلام؟ التصنيف ده نحطه ازاي؟ كلمة اكتئاب دي كلمة كبيرة قوي واحنا اختزلناها كده في حاجة بسيطة ولا لأ مش عارفة بقى صحيح دلوقتي هنعرف طبعا وهنعرف مزيد من التفاصيل عن ما يسمى باكتئاب الفصول ايه تأثيره وازاي نقلل من اضراره كل هزي التفاصيل هيعرفنا عليها دلوقتي الدكتور هشام رامي استاذ الطب النفسي بجمع تعين شمس اللي منورنا صباح الخير عليك يا دكتور صباح الخير على حضراتك وصباح الخير على سادة المشاهدين يا فاند هل بالفعل في حاجة اسمها كده اكتئاب الفصول؟ الحقيقة اه في حاجة اسمها اكتئاب الفصول وفي حاجة تانية اسمها التغيرات المزاجية المصاحبة لتغير الفصول ومهم او ينفرق بينهم عشان مش كل واحد يتخيل ان عنده مرض او عنده حاجة زي كده الاكتئاب ده مرض مرض ببعنى انه بيشمع حالة مزاجية سيئة جدا الم نفسي شديد جدا مصاحب بافكار سودوية تسيطر على تفكير الانسان وتجعل الانسان غير قادر على الحياة بمعنى ايه لا يستطيع القيام بعمله لا يستطيع القيام بأدوره في الحياة بل يصل في بعض الاحوال لدرجة الشدة انه لا يتحرك من سريره ده مرض بينما كلنا بيجلنا مشاعر حزن ومشاعر خنأ ومشاعر ضيق تسمى خطأا بالاكتئاب ولكنها عبارة عن مشاعر سلبية فقط بتتغير مع تغير الزمن والمكان بمعنى اخر احنا زي ما ضغط دمنا بيتغير مع تغير اليوم وتغير الساعات وتغير الظروف حالتنا المزاجية تتغير برضو يوميا الصبح غير بالدخر لما قابل حد غير لما قابل حد ده ليس اكتئابا هذي مشاعر ضيق وخنأ وحزن زي ما قلنا في الاول الاكتئاب ضمرت هل بعض الناس مع تغير الفصول بيكونوا معرضين لتغيرات مزاجية احنا عارفين ان الناس كتير في الاعم وليس دائما مع دخول فصل الخريف والشتاء بيصابوا بحالة من الشجن والحزن حتى كان دايما الاغاني الحزينة والاشعار الحزينة بتطلع في هذا الوقت بينما مع دخول الربيع والصيف يبدأ النشاط والمرحة حتى دايما ايه الدنيا ربيعي دايما حاجات ايه مفرحة وانشاطا زيادة ولكن بعض الناس بالعكس مع دخول الربيع والصيف حالتهم نزجية تسوب ومع دخول الشتاء بيلاقيهم ايه بقوا اكثر سعادة واكثر تقابلنا للحياة ففي ناس شتويين وناس صيفيين اكتر طب مرض الاكتئاب الناس اللي عندهم مرض الاكتئاب هل تغير الفصول بيجعلهم اكثر عرضة لازدياد حدة المرض او لو كانوا خفوا انه ينتكسوا مرة ثانية اه تغير التوقيت وتغير ساعات التعرض لضوء النهار والشمس في الناس اللي عندهم عرضة لمرض الاكتئاب ده بيزود فعلا حدوث الاكتئاب اوكي يعني فكرة ان الناس اللي بتحب الشتاء والناس اللي بتحب الصيف والمشاكل اللي بتحصل على مواقع تواصل اجتماعي دي دي مشاكل حقيقية فيه ناس فعلا حالتها المزاجية ما يبقاش الموضوع خاضع لحر وبرد وأجازة ومش أجازة لأ حالتها المزاجية بتتأثر فعلا بالكامل ده حقيقة يا فنة احنا اكتر عامل في تغير الفصول بيؤثر على حالتنا المزاجية هو مدى تعرضنا لأشعة الشمس كلما زادت فترة تعرضنا لأشعة الشمس كلما كانت حالتنا المزاجية أفضل في الأعام طبعا هناك استثناءات لأي حالة بينما كلما اختفت الشمس كلما زادت الفرصة ان مزاجنا يبقى سيء لدرجة في بعض البلاد والحمد لله مصر مش منها اللي في الشتاء الشمس بتختفيه تماما عندهم مرض اسمه الاكتئاب الشتوي الشديد بيصابوا بحالة شديدة من الاكتئاب عدم القدرة على العمل عدم القدرة على التفاعل مع الآخرين تصل في بعض الأحوال إذا لم يتم التدخل للعلاج إلى أفكار انتحارية وبعد الشر قد يؤدي ذلك إلى الانتحار وعلاج تلك الاترابات في البلاد دي هو التعرض لأشعة الشمس طبعا ما فيه الشمس فعملوا ما يطلق عليها شمس صناعية عشان يخففوا الحكاية دي طب كان دايما فيه سؤال بيوت رحيطة يعني في المخ لا علاقة ولا ولا صح يا فاني لا بالعكس كلام علمي سليم هو أشعة الشمس بتاعمل إيه داخل جهازنا العصبية هي أشعة الشمس بتنشط حاجة اسمها الخلايا المسؤولة عن إفراز المواد الكيموية المسؤولة عن حالتنا المزاجية من أهمهم اتنين مهمين جدا وبتالي السادة المشاهدين ممكن يكونوا مهتمين بالحكاية دي مادة اسمها السريتونين ومادة اسمها الدوبامين دول احنا بناخدهم لاتنين من الشوكولاتة ايه؟ خدعة عملتها مصانع الشوكولاتة عشان ناس تأكل شوكولاتة هذا ليس حقيقيا الشوكولاتة اللي هي مطلقة عليها المادة الصانعة للسريتونين اللي فيها لا تمتص ولكن أكل الأشياء السكرية الممتعة اللي في طفولتنا كانت بتجيب متعة هي في حد ذاتها ممتعة بلكن ليس على علاقة بالسريتونين أكتر حاجة هي التعرض لإشعة الشمس فعلا هي اللي بتجيب كده ولكن للأسف في بلدنا بقى لو الشمس خارقة طبعا التأثير السائل للشمس هيبقى أقوى من تأثيرها على الحالة المزاجية الحاجة اللي بفعلا بتنشط بقى إفراز هذه المواد الكيميائية حقيقة والممارسة اليومية للرياضة الخفيفة يعني احنا دايما بنقول للناس اللي هم عرضة للإكتئاب أو اللي عاوزين حاجة المزاجية تبقى أفضل المشي نصف ساعة يوميا بانتظام بيؤدي إلى زادة إفراز مادة السريتونين ومادة الدوبامين الحاجة الثانية هي ما نطلق عليها الرضا ثقافة الرضا والتسليم بإن دايما ربنا كاتب لنا حاجة احنا مش شايفينها احنا دايما بنستخدم في الطب النفسي دلوقتي قصة سيدنا موسى وسيدنا الخضر إن ما تراه سيئا الآن قد يكون له معنى جيدا انت مش شايفه دلوقتي صحيح فتقبل المصاعب وتقبل بتسميعها الكد ده شيء مهم جدا الحاجة الثالثة هي الأكل الصحي وليس الغرض منه زادتنا نسيتونين ولكن الأكل الصحي ويكون حالتنا الصحية جيدة ده بينعكس على جهازنا العصبي وبيؤدي إن كل مواد الكيمومية بتاعتنا تبقى في مستوى سليم بيجعلنا نستطيع مقاومة قروب الحياة والضغوط وحتى التغيرات للفصلية أو الموسمات طيب سقف التوقعات كمان يا شازلي؟ تفتكر؟ ممكن برد سقف التوقعات لما الناس بتبقى عندها سقف توقعات عالي جدا ممكن يؤثر؟ طبعا بيؤدي إلى إحباط لو أنا سقف توقعاتي أكتر من قدراتي أو أكتر من الواقع سيؤدي إلى إحباط لو أنا بقى عرض لمرض الاجتئاب ده هيجيب لي مرض الاجتئاب لكن ليس كل إنسان بيصاب الاجتئاب بسبب ذلك الحاجة المهمة جدا اللي احنا اكتشفناها فعلا هي إن كلما كانت حياة الإنسان منظمة ومجدولة وعنده روتين يومي واضح كلما قلت تعرضه لضغوط الحياة ومرض الاجتئاب طيب وحديك بتكلم بس عن تأثير الشمس هل المسألة متعلقة بتأثير الشمس كشمس يعني بإفرازات زي ما حديك ذكرت ولا المسألة مسألة إن إحنا ما نتعرضش للظلان فالبعض بيقولك ممكن نقعد في أماكن فيها إنارة بالنسبة لفترة الليل فده ممكن يقلل شوية من تأثير غياب الشمس إحنا دائما طبع الأبحاث دي تعملت أكتر في الدول اللي فيها الشمس فعلا بتختفي حقيقة إن الشمس الطبيعية لا شيء يقارن بها ولكن في حالة عدم تواجد الشمس الطبيعية فالتعرض بس بشيء الإضاءة العادية إضاءة معينة بمستويات حاجة اسمها موجات معينة بنحاول نخلق ما نطلق عليها شمس الصناعية عشان ده بيزود إفراز مادة السيريتونين والدوبامين في المخ ده حقيقي طب عامة في مصر هل إحنا نستطيع إن إحنا نقوم بأشياء أو حاجات تقلل من تأثير تغير والفصول وتغير الجو علينا من أهمها قلت بحثة عملته جامعة هارفرد إيه أكتر حاجة بتساعد الإنسان على مدار حياته على التغلب على ضغوط الحياة وعدم بعد كده إصابته بأمراض الخلق والتغطر والاكتئاب الصخبة الجيدة كلما كان الإنسان محاطن بأصدقاء جيدين يستطيع أن يقعد معكم بيمطلق عليها إيه على طبيعته وبيفطفطه مع بعض كلما كان أكثر حماية من الإصابة بهذه الأمراض رقم اتنين إحنا قلناها اللي هي الإيمان بالقدر والإيمان بوجود خالق دائما يصنع الخيل للإنسان رقم تلاتة اللي إحنا برضو قلناها لها الحقيقة إيه ممارسة الرياضة الخفيفة يومية طيب دكتور يعني ساعات الناس لما بتبقى الأصحاب قاعدين وبيكلموا مع بعض وفيه شخص دائم الاعتراض ودائم الشكوى ودائم ساعات البعض بيبقى حاسس أنه هو قد يكون مصدر للطاقة السلبية فيبتدي يبعد والشخص نفسه يبقى مش عارف بقى يا رب بيأتكلم معيهم ولا نزهت وفيه أوقات بيبقى كل الناس عايزة تشتكي فبتبقى القعدة سودوية خالص نحيان فبقى ممكن تزيد من الحزن ومشاعر الحزن برغم كل دي ملخصات حقيقية تماما إنما إحساسي بوجود صداقة ودعم ومسر حولي وأصدقاء حولي من أكتر الحاجات اللي بتحميني من التأثيرات السلبية للحقيقة عمتا هل ده بديل للعلاج لو أنا مريض لأ ولكن احنا نتكلم على وقاية أو نوع من الإيه إزاي نتغلب على مشاكل حقيقة عمتا ولكن نصيحاتنا دايما اللي عنده مرض الاكتئاب وليس فقط خانقة العلاج المبكر بيقل إنسان المضاعفات شديدة جدا احنا لاحظنا الآتي مرض الاكتئاب أصبح زي مرض السكر ومرض الضغط لو ما تعالجش مش بس الاكتئاب بيزيد ده بيؤدي إلى مضاعفات على بقية أعضاء الجسم احنا عارفين اللي عنده ضغط مثلا أو سكر أكثر قابلية للإصابة بالجلطة في القلب أكثر إصابة بمش عرف تلايه في العصابة الطرفية مريض الاكتئاب زي وزي مريض السكر أنا مش فقط بحمي الإنسان من الألم النفسي أنا كمان بحمي بقية أعضاء الجسم من التعرض لمضاعفات أخرى عشان كده اللي عنده مرض الاكتئاب وليس فقط تغيرات مزجية عادية التوجه للعلاج مبكرا هيحميك من حاجتين من الألم بتاع الاكتئاب وعدم القدرة على العمل وعدم القدرة على الحياة وكمان المضاعفات الأخرى التي قد تؤدي إلى إصابتك بجلطات في القلب وجلطات في المخ طيب هل الموضوع اللي علاقة من قريب أو بعيد مثلا بمواقف مر بيه هذا الشخص في هذه الفترة مثلا مع تغير الفصول فبيجي كل سنة في نفس التوقيت يفتكر الموقف أيا كان بقى سواء مثلا حصل له انفصال مثلا في البيت أو ساب شغله وتفصل من شغله حالة وفاة أو إلى ذلك هل الأمور دي ممكن تكون مؤثرة على الشخص فبيجي كل سنة في نفس التوقيت أيا كان بقى توقيت تغير الفصول أو لا فيفتكر هذا الموقف مع التغير بقى الجو يرجع تاني يعيش نفس الحالة دي فعلا نظرية سليمة تماما ولكنها لا تؤدي إلى الإصابة بالمرض ولكنها تؤدي إلى الإصابة فعلا بالخام أو الديق أنا تعرضت الموقف معين وكانت مثلا الأجواء بهذه الصورة تغيرات الحرارة كهكذا المنظر هكذا أكيد لو في حاجة فكرتني بالموقف سأستعيد الموقف وكأنني أعيشه مرة ثانية بجميع مشاعره بجميع أفكاره وحتى في بعض الناس بتوصل إلى حد فلاش باكس زي الأفلام وكأنه يتصور الموقف مرة ثانية ولكن ده مش مرض الاكتئاب مرض الاكتئاب هو مرض عضوي له علاقة بنقص المواد الكيموية في المخ تمام ولا يؤدد ومش بهذه البساطة يعني طيب تنصحهم بإيه الناس دي اللي عندهم كده آه لبيرجعوا تاني أول حاجة الاعتراف بأن هناك مشكلة هو أول طريق لحلها أنا عندي مشكلة أول ما أعلم لأنه أنا عندي مشكلة فعلا لها علاقة بتغير الفصول أو استعادة مواقف معينة إحنا بنسميه كده الفطفضة ما اكتمشي جوايا لازم أخرج هذه الأشياء للخيرنج حتى لو مع أهلي حتى لو مع أصحابي حتى لو مع زميلي في العمل وبعد ما أخرجها أعمل لها إعادة فهم مرة ثانية بمعنى أن أنا لما بحكيها بابتدي تاني أحكيها بترتيب مختلف وأفهمها وخطها في موضحها الحقيقي ثم أبتدي بنسميها أبتكر أو أخلق وسائل سلوكية للتعامل مع هذه المشاعر السلبية أشهرها أشهرها ما ينطلق عليه تمارين الاسترخاء والتنفس الصحي السليم اللي تجعلني أتذكر الموقف السيء بمشاعره السلبية بكل اللي معاه ولكن أنا في حالة استرخاء فده يخلي مخي بعد شوية يبتدي ينسى أن هذا الموقف مؤلم لأنه دائما ممزوج به الاسترخاء وحالة من السلام النفسي هناك دائما حل لكل مشكلة نحن هنا بنتكلم على مشاعر الحزن اللي بتكون مصاحبة ليلة غيرات الموسمية ولا بنتكلم على مشاعر الحزن أنا بس مش عايزة بالغ وأقولك تقاب يعني اللي بتبقى موجودة طول الوقت يعني مين اللي المفروض ياخد باله إنه قلبه بيوجعه أو بيحزن أو بيبقى مش في كامل لياقته في تغيير المواسم المحيطين ولا أنا اللي أكون عندي القدرة على تشخيص نفسي عشان أقدر أروح أقول حدي سعيدني أنا بطلب المساعدة كويس إحنا بس اتفقنا طبيعي إن إحنا بيحصل لنا تغيرات مزاجية على مدار اليوم وعلى مدار السنة ده الطبيعي اللي ما بيحزنش إنسان غير طبيعي فكلنا بنوصب بفترات بنبقى عندنا حزن فترات عندنا توطر فترات عندنا لا فترات عندنا سعادة عندنا فرحة يا دكتور البعض ويكونش عنده رفاهية إن هو يركز أصلا بالدنيا بتبقى وغداية كل واحد في شغله فبيبقى بيخلص يوم ولكن للحظات حتى لو برها بسيطة باشعر بتغيرات مزاجية نقطة قالت فتحكت مش عارف فلان جاب جون فأنا فرحت إن فريق جاب جون طب فدي لحظات من الفرحة بديجي لكل الإنسان ولكن بعض الناس عندهم ما يطلق استعداد للاكتئاب استعداد لمرض الاكتئاب فدائما رضي فعلهم ناحية سلبي أو ناحية الحزن بشوية هل دول بنديهم نصيحة رقم واحد تعلم كيف تقرأ نفسك تعرف إزاي حالتك المزاجية شكلها إيه اللي ربما نحن دلوقتي بقنا نعلم الناس إزاي ما حاجة اسمها دائري أو مذكرة حالة المزاجية إزاي زي ما أنا بقيس الضغط على مدار كل ساعة وكل ساعتين وبكتبله سكور بعملها حتى مع حالتي المزاجية أقرأ مزاجي أقرأ أفكاري ودي أصعب من الشعور يعني اللي واحد بيشعر دي سهلة لكن إيه بقى الأفكار المصحبة للشعور دي مهمة جدا فبنعلم الإنسان كمان كيف يدرج أفكاره وبعد كده بيعمل لها على مقياس ويشوفها إزاي بتتبدل من يوم ليوم أو من ساعة لساعة ثم كيف يتعامل معها هل يتعامل معها بصول التغيير أفكاري السلبية عشان دي أنعكس على حالتي المزاجية ولا الأفكار السلبية دي وقعية يعني فيه مثلا مشاكل في الحياة فعلا طيب إزاي أخليها ما تأثرش على حالة المزاجية إنما يبقى عندي ما يطلق عليها صلابة نفسية وعدم تفاعل مبالغ فيه مع الأفكار لكن لو أنا طلبت من الإنسان إنه يبقى سعيد على طول أو على طول في حالة نفسية جيدة أنا بخدعه وبخدع نفسي من درجة الحقيقي طيب دكتور إحنا ليه دايما الحزن بياخد وقته بزيادة شوية والفرح بيعدي بسرعة ده برضو مش حقيقة كويس ولا لا ولكن عشان الحزن مؤلم إحنا بنفتكره أكتر من اللحظات العادية كويس ولا لا يعني إيه يعني إحنا دلوقتي كلنا قاعدين كويسين مش كويلا لا لو حد فينا جاله ألم دلوقتي عشان رجليه شدت هيفتكر إنه كان قاعد كويس ولا إلا هيسجله هو الألم لأنه معتبر إنه أنا كويس ده الحالة الطبيعية نفس الكلام بالنسبة لحالتنا المزاجية نحن نسجل الألم بقوة في مخنا فمخنا بعد كده هو بيسترجع حالته المزاجية بيشوف إيه إن الألم هو اللي كان غالب مع إن الحقيقي إنه إحنا معظم الوقت نحن الغير متقلمين يعني إحنا عاديين التلاتة مع بعض دلوقتي هل إحنا متقلمين جدا ولا إحنا مركزين مع بعض في الكلام مركزين طبعا ليه إحنا بنتكلم مع بعض ولكن مخنا لو حد فينا دلوقتي شعر بألم هيسجل إن كل الجلسة دي جلسة مؤلمة فالمخ بيبالغ في تسجيل الألم وتذكره بعد ذلك طيب هل المخ بيلعب ألعاب نفسية ويأثر على النفسية يعني الشخصيات الحركة تكلمت عن إنها بتبالغ في التذكر بترجع بفلاش باكس يعني عندها باللغة الدرجة اللي بتقول عليها أوبرثينكينج أو كثير التفكير ده ممكن يكون عنده أعراض حزن شديد طبعا أنا ما زلت متحفزة على كلمة استخدام اكتئب كده أنا بالعكس أؤكد على كلام حضرتك الاكتئب ده مرض وعبارة عن مجموعة من الأعراض مختلفة تماما عن حالتنا المزاجية والحزن اللي إحنا فيه هل الإنسان اللي عنده ما يطلق عليها قابلية للتفكير السلبي ودائما يرى النصف الفارغ من الكوب ودائما لا يرى الشيء على طبيعته أو لا يرى مزاجياه ودائما يرى عيوبه هل هذا الإنسان معظم الوقت هتبقى حالته المزاجية غير جيدة؟ أه طبعا هل هذا التفكير المبالغ فيه السلبي بيؤدي إلى معاناة نفسية؟ دا أكيد طب إزاي نتعامل معها بقى؟ دي شيء جميل جدا نسميها كلما رأيت الأشياء على حقيقتها كلما كنت ردود أفعالي ردود أفعال منطقية وواقعية ولا أجعل توقعاتي غير واقعية يعني ساعدته ما يطلق عليه القئابة والحزن والتوتر الناتج عن إيه؟ إن أنا أصلا متخيل إن أنا يجب أن أكون سعيدا طول الوقت فحين لا أشعر بهذه السعادة أقول أنا إيه؟ مكتئبة وأنا متوتر فالموضوعية والعقلانية هي طريقنا لي حالة مزاجية مستقبل طيب سريعا دكتور هل الضيق اللي بيجي مع تغير الفصول ده معدي؟ مش معدي عشان أكون أمين هو ليس فيروسا ينتقل من الآخر وآخر ولكن إذا كنت قاعد مع شخصيات قابلة للإيحاء أو شخصياتها غير منطقية أو غير عقلانية فهم ممكن يتعدوا مني لكن ليس أتعدوا وزي ما إحنا متخيلين كل شكرا لحضرتك دكتور هشام رامي أستاذ الطب النفسي بجامعة إن شمس شكرا جزيلا يا فنة عفو يا فنة عفو يا فنة